بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يستري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوى أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكفرا كأن لن يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم قال دين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبثت فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم ها قلق الله فأغوني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا نقمانا حكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله رني حمير وإذ قال نقمان لابنه وهو يعبه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لغلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصيف وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليك ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم إثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعما ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وليهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن ككفره إلينا مرضعهم فننبعهم بما عملوا إن الله عليم بذاك الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحديد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله يريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكو وإذا غشيهم موج كظل لدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصر وما يجحر بآياتنا إلا كل ختار كفو يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاذ عن والده شيئا إن ععد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسر غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسمي بسمي بسمي